اشتركوا في القناة وبهذه الهزيمة يتذيل المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الأولى ليكتفي بالمنافسة على المراكز المحصورة بين 29 إلى 32 وكان المنتخب الوطني قد أنهى دور المجموعة بثلاثة هزائم أمام كل من المونتينيجرو، السويد وإسلندا لينتقل للمنافسة على كأس الرئيس التي تخص المنتخبات المقصد من دور المجموعة تألقت عناصر المنتخب الوطني للملاكمة سنف أواصد خلال البطولة العربية الجارية وقائعها بالعاصمة المصرية القاهرة وتمكنت ثماني عناصر من النخبة الوطنية من تحقيق التأهل للنهائيات أوزانها لتضمن الجزائر بذلك ثماني فضيات على الأقل في انتظار تحقيق الذهب ويتعلق الأمر بالملاكمين قايد محمد فؤاد، بوشقرة معتز، منحوري شريف، غريب أحمد، كانوني أسامة، خالف سيف الدين، رباش براء وحازم نادر عبداللطيف وحسب الصفحة الرسمية للاتحادية الجزائرية للملاكمة فإن النهائيات مبرمجة غدن السبت بقاعة المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة يسافر غدن السبت المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 21 سنة إلى تركيا تحسباً للمشاركة في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونيا التركية يذكر أن العناصر الوطنية وأعضاء مختلف الطواقم الطبية قد خضعوا لاختبار الكشف عن كوفيد-19 ببقر اللجنة الأونمبية الجزائرية بإبن عكنون كشف اليوم الخميس مدرب المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 عاماً أرزق رمان قائمة تضم 24 لعباً تمهيداً للمشاركة في كأس العرب لذات الفئة ويحضر أشبال رمان للمشاركة في منافسة كأس العرب المقررة بمدينة وهران في الفترة الممتدة من 22 أود إلى غاية الثامن من سبتمبر القادم ويتواجد شبان الخضر في تربص تحضيري منذ أول أمس الأربعاء بالرويبة والذي سيمتد إلى غاية العاشر من ذات الشهر جدير بالذكر أن القرعة أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة فلسطين، الإمارات والسودان عينت إدارة نادي اتحاد الجزائر مساء الخميس بوعلام شارف مدرباً جديداً للفريق العاصمي وسيخلف بوعلام شارف المدرب البلجيكي جاميل بن واحي الذي أنهت إدارة سستارة مهامه الأربعاء بعد نحو ستة أشهر من العمل وسيعمل شارف رفقة تقامه الجديد المتمثل في مصطفى أملال في منصب مدرب مساعد ومحمد حنيشاد في منصب مدرب الحراس ومفدي شردود في منصب مدرب اللايق البدنية كشفت مصادر إعلامية أن إدارة النجم الساحلي توصلت إلى اتفاق مع اللعب الجزائري زندين بوتمان لواصل مشواره مع فريق جوهرة الساحل بعد منحه جزءاً من مستحقاته المالية كما وافق بوتمان على تمديد عقده الذي ينتهي يقول في جوان 2023 تجدر الإشارة أن جناح الخضر كان قد وجه في جوان الماضي تنبيهاً لإدارة فريقه النجم الساحلي من أجل تسوية مستحقاته العالقة قبل اللجوء إلى الفيفا وفسخ العقد من جانب واحد نفى اللاعب الجزائري والمحترف بصفوف نادي أنجير فرنسي فريد الملالي انتقاله لصفوف مولودية الجزائر خلال المركات الحالي ونشر الملالي عبر حسابه الرسمي عبر الأنستغرام اليوم الجمعة الشائعات التي تم تداولها بشأن انتقال لملودية الجزائر غير صحيحة كما أضاف اللاعب السابق لنادي فارادو أنه لا يزال مرتبط بعقد مع نادي أنجير أعلن اليوم الجمعة نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعاقدهم أظاهر برايتون مارك كوكوريلا خلال المركات الحالي ووقع اللاعب الإسباني مارك كوكوريلا صاحب الأربعة وعشرين سنة مع تشيلسي على عقد مدته ست سنوات دون الفصح عن القيمة المالية في المقابل كشفت وسائل إعلام بريطانية أن صفقة انتقال كوكوريلا إلى تشيلسي قدرت بمبلغ 55 مليون جنيه استرليني خرج كيليان بابي نجم باريسان جيرمان من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة كليرمون فوت مساء غاد السبت في افتتاح منافسات الضور الفرنسي ويبدأ الفريق الباريسي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كليرمون على ملعب الأخير في جيريل مونتييد أقول ضمن الجولة الأولى من البطولة وذكر سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي أن بابي سيغيب عن المباراة بسبب إصابة في العضالة المقربة مشيرا إلى أنه سيستمر بالمركز التدريب لتلقي العلاج اللازم وأوضح البيان أن اللاعب سيخضح لفحصات طبية في غضون 72 ساعة لمعرفة مدى قوة الإصابة وفترة الغياب المحتملة بهذا الخبر مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة الرياضية شكرا على كرم الإصائي والمتابعة إلى اللقاء شكرا على المشاهدة